إذن الاتحاد الأوروبي في صدد إعداد الحزمة الرابعة التي سوف يتم الإقرار عليها قريبا وذلك لتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وعلى بلا روسيا على حد سواء هذه الحزمة التي سوف تكون ليس فقط باستخدام ورقة السوفت التي تم استخدامها وليس فقط باستخدام تجميد أصول البنك المركزي الذي أصلا تم اعتماده ولكن سوف يبحثون أيضا سبل أن يكون هناك تقويد الاقتصاد الروسي بشكل كامل وعزل روسيا اقتصاديا الاتحاد الأوروبي لن يضم الآن لا أوكرانيا ولا ملدافيا ولا جورجيا ضمن الاتحاد الأوروبي هذا هو القرار النهائي الذي تم اتخاذه ولكن سوف يكون هناك دعم عسكري لأوكرانيا ودعم سياسي ودبلوماسي رغم أنه من الصعوبة بمكان معرفة كيف سوف يتم نقل العتاد العسكري إلى داخل أوكرانيا علما بأن القوات الروسية باتت الآن على مشارف كييف وعلى مشارف المناطق الشرقية والغربية ولكن هذا هو الذي يتحدث عنه الجانب الأوروبي على صعيد آخر حلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ الذي عمليا هو أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد مرة أخرى بأنه لن يكون هناك توفير للحماية الجوية أو منع للتحليق الجوي الروسي وبالتالي حلف شمال الأطلسي لن يقوم بضرب مضادات الطائرات الروسية الموجودة في الأراضي الأوكرانية ولكنه طالب بأن يكون هناك ممرات إنسانية وبالتالي حلف شمال الأطلسي اعتبر بأن ضرب مضادات الطيران سوف يؤدي إلى نزاع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وبين روسيا الاتحادية وهذا الأمر هو ليس مطروحا ألان الاتحاد الأوروبي في موقف آخر يسعى لإدخال الكثير من المواد الإنسانية والإغاثية مع توافد أكثر من مليوني ونصف مليون قبل الحديث عن المواد الإغاثية أحمد قبل الحديث عن هذه المواد الإغاثية يعني لو تطلعنا أكثر على تفاصيل فيما يتعلق بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا أيضا أوكرانيا منذ اليوم الأول حتى قبل بداية هذه الحرب كانت تطالب بمجموعة من الأسلحة أهمها بطبيعة الحال الطائرات الحربية العسكرية التي يمكن لها أن تدافع فيها عن أرضها قبالة الطائرات الحربية المتطورة الروسية هذه الطائرات لغاية الآن لم تصل رغم أنه كان هناك كثير من الوعود الأوكرانيين الذين يعيشون في خيبة أمل وهذا الذي قاله أمين عامش حلف شمال الأطلسي الذي قال بأننا نتفهم بأن هناك عدم رضا عند الأوكرانيين وخيبة أمل ولكن لغاية الآن هذه الطائرات لم تصل على جانب آخر هناك طلب بزيادة عدد مضادات الدبابات مثل المضادات التي يمكن لها أن تخترق الدروع الروسية المعروفة بسماكتها بعض هذه كجفلين الأمريكية الصنع التي تم استخدامها كما تأكدنا من المصادر داخل الأوكرانيين لأنه تم استخدام هذه المضادات ولكنها غير كافية لإيقاف أرتالي الأدبابات التي تحيط بكيف والتي يمكن أن تقوم باقتحام المدينة في أي وقت وبالتالي تنهي العملية العسكرية بإسقاط العاصمة أيضا الأوكرانيون كانوا قد طالبوا بأن يكون هناك زيادة في أعداد القوات العسكرية بمعنى أن الأوكرانيون طالبوا بأن يكون هناك متطوعين الروس أمس وبوتين كان قد قال للمجلس الأمن القومي الروسي بأنه لا ضير من وصول أيضا متطوعين طواعية دون دفع أموال داخل أوكراني وبالتالي الآن في أوكراني يتم زج متطوعين مرتزقة بغلد النظر عن هذه التسميات أي أجانب إلى داخل الأراضي الأوكرانية من الجانبين وهذا الذي يحتاجه الجيش الأوكراني بشكل كبير ولكن من الناحية العسكرية فأن الأوكرانيين يتكبدوا خسائر كبيرة تحديدا مع توافد الأرتال العسكرية موضوع الألغام التي أيضا الجانب الأوكراني هو بحاجة لهذه الألغام وذلك لتفخيخ كافة الطرق الرئيسية الموجودة فيه حول كيف وأيضا حول المدن الرئيسية هذه الألغام أيضا لم تصل لغاية الآن بمعنى الاتحاد الأوروبي وعد الاتحاد الأوروبي سوف يصرف هذه الأموال ولكن ربما سوف يكون متأخرا وصول هذه الأسلحة إذا ما سقطت العاصمة